السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل بورق اللحم بالعجينة المسلوقة نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم طريقة تحضير العجينة هي عندي سبعة حبة بيض هذه سبعة وحدة خلطتها زيان البيض بهاي الخلاط اليدوي وضفت له واحد كوب ماء نفس قياس هذا الكوه يقيس نفس القلاس هذا اللي شفته الخليط البيض والماء ضفت خمسة كوب طحين وراح عجنة اخلطها وعجنة زيان هاي العجينة تشبه اللزانية ولذيذة جدا وهاي على الطريقة التركية راح عجنة زيان عجن جيد وممكن يزيدون من الطحين اذا احتاجت العجينة انتوا راح تلاحظوها اذا تلتسق بالايد ضيفولها زيادة طحين رشوا عليها وعجنوها زيان الى ان يصير عجينة متماسكة وصارت العجينة بهالصورة متماسكة وناعمة عجنتها عجن جيد وممكن تعجنوها بالعجانة وغطيتها بهذا النايلون وراح اتركها على جهه هي متحتاج تختمر بس ترتاح وهنا عندي واحد كيلوغرام لحم وضفت له اثنين حبة بصل مفروم ناعم انا طبعا اللحم ذبلته وخليته استواء ومنشف من المي مالته ضفت له البصل وهنا ضفت له واحد حبة فلفل اخضر مقطع مكعبات وقليل من الزيت لان شوية شفته يحتاج زيت هنا عندي اثنين ملعقة تأكل معجون الطماطة هذا انا امسه واشوفه الى ان يذبل البصل والفلفل يلا ضفت المعجون الطماطة قلبته وهنا واحد ملعقة اكل ملح وممكن نضيفون اقل حسب الرغبة الملح ورشة فلفل اسود رشة فلفل احمر حلو ورشة فلفل احمر حار رشة خفيفة وهنا عندي نصف كوب معدنوس مفروم او كرفوس مفروم هنا عندي ماء غزير خليته بهذا الجدر وتركته على النار الى ان افتح العجينة حتى اسلك به العجينة مي بارد وتركته الى ان يغلي انا قطعتها الى قطع صغيرة وكوارتها وتركتها شوية ارتاحة خمس دقائق وبديت هنا افتحها بالطحين اما بشيبق او اذا عدتكم مثل هاي العصة اي عصة موجودة عدتكم نظيفة استعملوها سهل عليكم فتح العجينة انا اريدها خفيفة جدا هسا راح يشوفوها شلون خفيفة من نسلقها ودائما رشة طحين يلا تفتحوها يعني تحتها طحين وفوقها طحين حتى لا تلتسق وتضوجكم فتحتها انا هاي العجينة نعش قطعة عندي انا صارت راح افتحها كلها واخليها على قطع قماش واقطعها الى مثلثات يعني دائري او بيضا وتقطعوها الى مثلثات يعني نصف وبعدين اربع هاي العجينة شوفوها شلون صارت خفيفة جدا وشقد ما تقدرون يفتحوها مو صعوب بس اذا يمكن احد يساعدكم يكون افضل حتى شخص يفتح العجينة وشخص يسلق العجين العجينة شوفو شلون صارت بس شوي هنا ثقبة عادي هنا مثل ما شفتوني خليتها على قطعة قماش من بعد ما شلتها وراح قطعة وهاي الثاني ايضا فتحتها رشية طحين حتى لا تلتسق بالعصى اذا وحدكم بالبيت وسويتوا هاي العجينة كملوا فتحها كلها وخلوها على قطعة قماش وبعدين اسلقوها اذا ما اكوا احد وياكم يساعدكم هنا شوفو شلون اقطعها الى نصفين وبعدين الى اربع في هالصورة وليهم كمل الحجم هنا من بعد ما سخن المي ضفت لها قليل من الزيت النباتي وضفت لها ملح هاي ملح واحد ملعقة تأكل او اثنين ملعقة تأكل اشوفو جبت العجينة خليتها هنا نصف دقيقة واشيلها هسا مثل ما ادتشوفوها تطفو هي العجينة حركوها شوي وعندين شيلوها بهذا المصفي اذا شفتوا المي الساخن صار قليل زيدوه بين فترة وفترة وزيدو الملح حتى بتشوف تشير ممكن اشيلوها المثقب اللي عندنا بالعراق هاي العجينة من شيلتها انا خليتها بكاسة بها ماء بارد كاسة بها مي بارد لازم مباشرة اشيلوها من المي الحار وتخلوها بالمي البارد حتى لا تلتسق وحتى صر سهل فتحها بس اتأكد انه العجينة بردت اشيلها بهالصورة ورح اخليها على هذا المصفي المقلوب انا عندي مصفي خليتها بصينية وقلبتها على الظهر مالته وخليت العجينة عليها بهالصورة الى ان يتذب الماء شوية بها وبعدين اخليها بالتبس اللي راح اشو به او بالصينية اللي اشو بها وهنا عندي عجينة ثانية خليتها هنا بهذا الماء الساخن وممكن تزيدون الماء والملح اذا صار قليل الحار بها الصورة وشوفوا شلون ما راح تلتسق وصير جوانبها عدلة وامسح عليها بايدي شوية حتى ينزل الماء من عدها واستعملها وهكذا لا انا اكمل كل القطع هنا عندي زبد وضفت له قليل من ازيت النباتي وبديت امسح بي هاي الصينية وبهاي الحالة انا شغلت الفرن على درجة حرارة 200 ورح اخلي على قاعدة الفرن ما اخلي بالوسط ولا لي فوق على قاعدة الفرن واترك لمدة ساعة الى ان يستوي شوفوا شلون العجينة سهل اشيلها وما تلتسق لانه خليتها بالمي البارد هس راح تشوفون هاي وحدة ثانية وثالثة وهكذا الى ان اكمل كل القطع بس لازم يكون معاكم احد يعني ساعدكم بس لق العجينة تصير اسهل واسرع شوفوا شلون شلتها انا من المي الحار وخليتها بالمي البارد اذا المي البارد بدأ يحمى او يسخن كثرة ما اخلي بي هاي العجينة الحارة راح يحمى المي البارد انا ابدله ابدلت تقريبا خمس مرات المي البارد حتى يرجع بارد يعني ما اريده يحمى هنا شوفوا شلون خليتها هنا شلتها وخليتها على المصف المقلوب ممكن تخلون 6 طبقات بالأسفل و 6 طبقات بالأعلى بس أنا خليت أربعة بالأسفل و أربعة بالأعلى وحسب الرغبة لأن العجينة لذيذة جدا هنا من أكمل أي طبقة أدهن فوقها بالزيت والزبد المخلوط يعني دائما أدهنها بين كل طبقة وطبقة لازم تدهنون دهن خفيف يعني شوفوا هسا هاي عندي صار 3 طبقات هنا هنا هاي رابع طبقة من بعد ما كملت أربع طبقات ضفت اللحم فرشت اللحم عليها و راح أسوي أيضا أربع طبقات أخليها فوقها ومثل ما قلت لكم بين كل طبقة وطبقة دهنوا الوجه مالة العجينة هذا البورق لذيذ جدا وراقي ويقدم بالمناسبات وبالأعياد وبالعزائم وممكن تقدموه بشهر رمضان بالأفطار لذيذ وراح يفيدكم جدا ويعني بي بركة يكفي عائلة كاملة هذا مثل هاي الصينية هنا شوفوا الزيت والزبت ضفت وشوية حركته يعني نشرته دهنته بالفرشة وبعدين خليت الطبقات الباقية وهكذا فهالصورة وراح أخليه بالفرن مثل ما قلت لكم هاي شوفوا هسا هانا دا أكمل الطبقات وأخير طبق أيضا دهنتها مثل ما قلت لكم الفرن ساخن على درجة حرارة 200 وراح أخليه بالقعر مالة الفرن يعني على القاعدة مالة الفرن وأتركه إلى أن يحمر ويستوي ياخذ وقت تقريبا ساعة وأنتوا راح يبين عدكم يصير أحمر بهالصورة وقطعتها هاني من بعد ما طلعته وصار بهالصورة وهذا شكل النهائي جربوه إن شاء الله يعجبكم وألف عافية